اهلا 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 بك وعملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة الفيديو بمناسبة الصيف هنتكلم فيه على البرونزر البرونزر او اللي هو الحاجة اللي بتدينا كده شوية فمار للوش في الصيف بصراح انا بحبها صيف وشتا بس في الصيف بتكون شكلها احلى وخصوصا بقى مع الشمس وكده فيمكن انا ممكن احط برونزر واخرك بس في الصيف فبحبه جدا 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 ولقيني خبيرة وبحب اشتري كدير قوي برونزر خبيرة في البرونزر يعني فالنهاردة هتديكو التوب تن برونزر عندي وده هيوفر عليكو فلوس كتير علشان تعرفي افضل عشرة برونزر ممكن تشتري منهم ادي ناسب البودجت بتاتك فمن غير كلام كتير يلا بينا نبتدي واقولكو على التوب تن في البرونزر يلا بينا رقم عشرة في رقم عشرة انا عندي الاثنين دول مع بعض في نفس المرتبة بالصف ده من عند ايسنس وده من عند شي جلام الاثنين نفس الافكت تقريبا بس زي ما نشوفين بتاع ايسنس كبير قوي قوي وطبعا يعني انا واكلة مش حتى العلبة بتاعته مكسورة بصراحة الباكتش الشفافة دي عند ايسنس ما بحبهاش ابدا لانه بتكسر دايما حتى في البلاشر واي حاجة دايما بتكسر بس شوفوا اللون بتاعه ازاي طحفة والملمس بتاعه كأنه زبدة بصراحة حلوة قوي 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 بس يعني بيديكي لون دافي ما بيديكيش لون ينفع ان هو يكون واضح قوي قوي فاللون بتاعه مش واضح لو انتي بتحبي البرونزر يكون واضح بس ده انا بحبه لو انا مستقدمة مثلا فونديشن فاتح وعايز اغمقه شوية ممكن امشي على وش كله بالبرونزر ده وبيطلع طحفة وفي نفس الشكل بالضبط ونفس الكاتيجوري اللي هو رقم عشرة هو البرونزر ده من عند شي جلام بصوا نفس اللون تقريبا اللون اللي هو يكون هادي جدا جدا لو انا عندي زي ما قلت الكلون فاتح في وشي وعايز اغمه شوية او اديره كده شوية تان او اغمق كونسيلر عندي بمشي بفرشة كبيرة على وش كله بالبرونزر ده والدرجة دي اسمها داون جلو والدرجة بتاعت إيسنس زيرو اتنين صاني فالاتنين دول في رقم عشرة بعد كده رقم تسعة يجي البرونزر ده من عند كيكو البرونزر ده زي ما نشاهفينه كده شوية فيه سنة جريش فبيبقى حلو كأنه كونتور بالزبط فلو انت مثلا متحبي تحطي حاجة واحدة يا اما كونتور يا اما برونزر فالدرجة دي هتحبيها قوي قوي مع عند كيكو رقمها زيرو ستة وطبعا الكواليتي بتاعتها حلوة قوي قوي وبرضو ناعم وزي ما نشاهفينه كده اللون هادي جدا جدا بس على الوش ستقوني بيدي برونزر فيمكن الاسووتشز مش باينة قوي بس مع الميكب وكده بيكون شكله حلو قوي وطبيعي جدا جدا نيجي بعد كده الاكتر برونزر مشهور على السوشيال ميديا ومن زمان جدا جدا كنت باشوفه على اليوتيوب وبصراحة الريبيوهات اللي عليها اللي خليطنا اشتريه هو البرونزر ده من عند وده ياخد معنا المرتبة رقم 8 نفس الفكرة بالزبط بتاعت اللي فاتوا بس ده اغلى منهم بكتير فانا حاسة ان هو ما يستهلش ابدا ابدا سعره برغم من الناس كلها بتحبه بس انا شايفة ان هو ما يستهلش سعره بس غير كده هو بصراحة حلو جدا بيندمج بسهولة اللون بتاعه زي اللي فاته بالزبط يكون خفيف ما بيديش كونتور واضح بس بيدفي الوش كده ويديكو سانكست لوك اللي هو تحسوا ان انتو الشمس لسه ضرباكو شوية وزي ما قلتلك لو انت غمقى قوي يعني او لو انت مثلا مصيفة او انت حتى في لوني بس في السيف قوي ووشك مسمر فانت بتحب الدرجة دي ابدا مع ان دي الدرجة الاشهر عندهم واسمها الديب برونزر بس زي ما قلتلكو فاتحة جدا جدا نفس اللي فاته بالزبط نيجي بقى لرقم سبعة في رقم سبعة احنا عندنا البرونزر ده البرونزر ده من عند زي ما شايفين هو كده بيجي مقسوم نصين نص للبرونزر ونص في بودر. البودر يعني مش قدي كده بس تقدروا برضو تستخدموها على فكرة مش سيئة بس البرونزر بتاعه خطير في الكونتور زي ما شايفين درجته ده بقى درجته واضحة وغمقه بتبقى حلوة قوي انا شايفها الاضاءة هي اللي مش مبينة الدرجات ولا ايه بس بصوا ده درجته بقى واضحة ازاي كبرونزر درجته تعتبر ممتازة جدا وتقدروا كمان تعملوا بيها كنتور بتطلع هيلة وخصوصا لانه الدرجة دي كده ما بين البني والجريف حلوة قوي 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 وطبعا سعره تحفة والدرجة بتاعته اسمها ميجا جلو بصراحة حلو قوي قوي وفي البوجت والكبيرة البان بتاعتها كبيرة قوي قوي وهتقض عندك كتير دي عندي بقى لها كتير قوي ومن عند الماركة ويتان وايلد نيجي بعد كده لرقم ستة في رقم ستة انا حابة احط بتاعت البالد دي من عند ميت سنما لانها حلوة جدا بتندمك بسهولة بصراحة فيها درجات كتير زي ما نشايفين هنا الكريم وهنا البودرز البودر بتاعتها يعني تقدر يتاخذي بقى من الفاتح للغامق يقدر يغنيكي عن كل اللي فات ده وفي نفس الوقت السعر بتاعها تحفة الدمج بتاعها هايل سباتها ممتاز فهي فيها كل حاجة ومن عند ميت سنما وطبعا سعرها ممتاز وملهاش درجة لان هي فيها كل الدرجات فانت اي درجة بتحبيها هتلاقي هنا موجودة وممكن تتغني عن كل البرونزر اللي انا قلت عليهم وتجيبي بص دي عشان يكون عندك الدرجات الفتحة اللي بتدفي بيها بص الوش والدرجات الغمقة اللي تعملي بيها برونزر وكنتور فدي بصراحة هايلة وتحفة وتجنت بعد كده بقى نيجي نخش في التوب فايف في التوب فايف انا عندي الهولا برونزر بس انا عندي اللي هي دي موجودة من عند موجودة كده في بالت بس هي طبعا بتتبع لوحدها وفي منها المني والفول سايز بس انا عندي دي من زمان وبحبها جدا 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 وما بقدرش استغني عنها وبصراحة يعني هي الاكتر حاجة انا بستخدمها ممكن دول مش مستخدمين قوي حاجة بسيطة بس هي محفورة لو يبان عندكم احلى حاجة للنوز كونتور احلى حاجة ممكن تستخدموها للنوز كونتور هو الهولا برونزر وفي عندهم درجتين درجة لايت للناس الفتحة قوي ودرجة العادية او الطبيعية بتاعت الهولا نوز كونتور بيرفكت شايد هو الهولا برونزر مش هتندمي ابدا ابدا ولو حبك جربة وانتي ما جربتوش قبل كده هاتي الميني بتاعتها هتبستي جدا جدا بعد كده نيجي لرقم اربعة في رقم اربعة يجي البرونزر ده من عند الكاترس البرونزر ده من عند الكاترس ده مجه حاله سباته تحفى لونه خطير ولا هو فاتح ولا هو غامق بيندمج بمنتهى السهولة طبعا سعره رخيص او حاجة فيه الباكت جزونت شايفين هتحسوا ان هي قديمة مع ان هو مش قديم قوي بس بصراحة يجنن وتحفى وهتحبوه جدا 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 والدرجة بتاعتي فيه اسمها دي برونز ورقمها زيرو اتنين او زيرو عشرين يعني بصوا لونها خطير تحسوا ان هي البرفكت برونزر الجد حلوة قوي 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 بحبها جدا جدا وتستاهل رقم اربعة بجدارة بعد كده نيجي لرقم ثلاثة والمرتبة الثالثة معنا في البرونزر وابتدى الموضوع يبقى حماسي جدا جدا وقربنا نوصل الاخر اتنين والاحلى اتنين فخلونا نشوف الاول احلى تالت واحد اللي هو في رقم ثلاثة هو البرونزر دا من عند جلوش اللي هي من عند هودا بيوتي الماركة دي حلوة جدا جدا كل اللين بتاعها انا بحبه قوي 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 وبصوا زي ما انتم شايفين وكده هو برونزر فاتح في غامق فبيديكوا كده لون بجد يجنن والدرجة بتاعتي اسمها الديب تان اللي انا بستخدمها وبحبه قوي طبعا لانه ثاباته حلو قوي قوي بصوا اللون وفيه كده لمعة ما بيبقاش ماطفي وانا بحب جدا البرونزر دا شوية يدي لمعة طبعا اللي فيه هي مش لمعة هو دا اللمعة اللي فيه مش لمعة جليتر ولا اي حاجة بس اللمعة اللي فيه لمعة صحية كده فده حلو جدا جدا وبحبه قوي قوي بصراحة من عند ماركة كلوش وزي ما تركوا الدرجة بتاعتي دي بتان ويستاهل رقم ثلاثة بجدارة احلى برونزر في حياتي بحبه جدا سعره مناسب مركبه مش مقطع ولا اي حاجة بجد خطير حلو قوي قوي بالاسف الحاجة الوحيدة اللي انا مش عارفها هو بيبقه فين دلوقتي لانه شارية من زمان جدا ومقدرش استغني عنه مش عارفة دا لو خلص هعمري ايه لانه بجد احلى برونزر في حياتي هو البرونزر دا من عند جولدن روز بصوا يعني الكلمة التكلت انا جايبها من زمان قوي يعني اللي عايز يخدمي يقولي البرونزر دا بقى بيبقى فين الجولدن روز رقمه 101 وبصراحة من احلى احلى الحاجات اللي ممكن تحطيها على خدودك بتدي رفع للخدود كده لانه بيلمع واللمع بتاعته لمع تحفة يعني بصوا من جوه شكله عامل كده اللمع بتاعته جميلة جدا جدا بيندمج بسهولة تقيل يعني خبتة واحدة بالفرشة بتلاقي نفسك عملتي احلى خدمة لنفسك بصوا تحسوا كده ان هو فيه جلو خطير انتو لو قربتوا اصلا شفتوا الباند بتاعته هتحسوها فيها كده جلو تحفة وفي نفس الوقت هو مش ترتر فمش بيدي جلاتر كده بس بصوا اللون ازاي واضح يمكن هو اوضح حاجة فينا استخدامناها لحد دلوقتي فانت تكة صغيرة كده هتلاقي نفسك عملتي خدود من ما فيش ولو انت ما عندكيش خدود قوي زي يعني مش عارف انا طلع هنا في خدود اذا هو في الحقيقة ما فيش فاما بتحطي بقى حاجة فيها لمعة كده بيديكي فوليوم شوية فالبرونزر ده احلى برونزر انا جربته في حياتي ويعني همو تعرف بيبقى في انت ايني فلو انت لقيته على طول اجري اشتريه لانه يجنن ويستاهل المرتبة رقم اثنين نيجي بقى لرقم واحد معانا النهاردة في البرونزر واللي بصراحة لا يقوم مفيش حاجة تقدر تنافسه في كل اللي انا قلته وهو البرونزر ده من عندماك البرونزر ده من عندماك اسمه جيفني سن طبعا مشهور جدا جدا وهو يمكن اشهر برونزر موجود عندماك واشهر برونزر في كل البرونزر زي اصلا اللي نزلت ومن اول الحاجات اللي اتشهرت اول ما نزله برونزر كانت اول الناس كلها بتجيبني سن ده وانا من ساعت ما جبته وانا بحبه جدا بتاع المناسبات السعيدة بصوا انا مش عارف اهم في الساعة بعد كده بس ده جولدن روز وده جنبه بتاع ماك بصوا بتاع ماك افتح شوية في سنة اورنج كده بس يا جماعة ده لو انت عايزة لوك كده يكون هايل خطير وبيحل الميكاب في الصيف في الشتة باستخدمه دمجه سهل ساباته ممتاز ما فيهوش ولا غلطة جربيه ومش هتندمي ده اسمه جيفني سن ومن عندماك وقدينه من مرتبع رقم واحد بجدارة حب اقولكو بس كده احنا كده خلصنا التوب تين في البرونزر وهم دول التوب تين بتوعي ولكن هقولكو كده سريعا على التلاتة كريم برونزر اللي عندي ده من عند شيجلام ده اقل واحد فيهم بحبه لانه درجته مش حلوه مع الاسمه جولدن سن يعني مفروض الدرجة بتاعته كانت غمقه بس ما بحبوش لانه درجته مش حلوه بس الدمجه سهل ساباته ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم بس فلو انت عايزة حاجة يمشي حالها يعني ممكن تستخدمي ده من عند شي جلام. بس يعني لو انت في لوني انصحك تجيبي درجة اجمع من دي. بعد كده رقم اتنين هو ده من عند بصراحة حلو قوي قوي. وفي الفترة الاخيرة انا ما بستخدمش غيره. صغنا كده ويستاهل يعني. لو انت بتحبي الكريم برونزر هتحبي لانه. بصوا لونه. لونه احلب كتير قوي من بتاع آآ شي جلام. بصوا. وده مجو سهل وحلو قوي قوي. بصراحة انا حبيته جدا جدا. ونجربيه لو انت عايزة تجربي الكريم برونزر. بس بتديكي ثبات اكتر للبودر اللي احنا بنحطه بعد كده. فاحنا بنحط الكريم الاول. بعد نحط عليها بودر لو انت عايزة ثبات يعني يفضل معك طول اليوم. فده فايدتهم بس مش اكتر من كده. يجي بعد كده بقى احلى واحد في الكريم برونزر زي عندي هو ده من فنتي بيوتي. بحبه قوي 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 بصراحة لانه في لمع وزي ما قلت لكم انا بحب شوية البرونزر اذا فيها لمع بصوا ده. فتحسوا ان هو يمشي برونزر مع هايلايتر وحتى كمان مش بيحتاج يتثبت باي حاجة خالص لانه لونه بجدر واحده حلو قوي قوي. ممكن بنحط بانه بس شوية كده عشان تشوفوه. بصوا شكله شكله طبيعي قوي وفي نفس الوقت بيدي لمع للخدود تحسوا ان هي يعني بتكبر الخدود كده وبتحددها. فده انا بحبه قوي قوي من عند فنتي بيوتي والدرجة بتاعتي اسمها سينامون. بس كده دول كانوا الكريم برونزر وذا كان كل انواع البرونزر اللي عندي والتوب تن بتواي اكتبيلي تحت احلى برونزر عندك ايه هو. وما تنسوش قبل ما تطلعوا من الفيديو تعملوا لي لايك ودوا سبسكرايب واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.